تعالوا نبدأ كده ونقول شهد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سهاج وجه السيد الرئيس ايضا بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية من صندوق تحيا مصر واحنا شفنا ده لما كان طبعا مجموعة من الشباب المختلفين للجماعات كانوا الحقيقة بيتكلموا مع السيد الرئيس وهو قال لهم انه مهتم بكل ما ذكروا قال ايضا السيد الرئيس لما لاقي حلم عند شباب مصري الحلم ده ممكن يتعامل منه حاجة هو بيشوف ان الاحلام ممكن تتحقق في الواقع وقال انا مش هقول ربنا يوفقهم يعني لما اسمع كلمة عادة تسمع ساعات ناس يقولك ايه والله نفسي في كذا ممكن اعمل كذا فانت تقوله والله ربنا يوفقك لا سيد الرئيس بيقول انا مش هقول ربنا يوفقهم لكن يمكن الحلم اللي بيقولوه ده يجيب لي حاجة اي مشروع يجيب لي حاجة وحاجة جنب حاجة البلد دي موقفها يتغير وحقيقي ده كلام حقيقي لما انا احلم وانت تحلم والحلم هنا معناه ان انا عندي خطة عندي فكر عندي موضوع لانه الافكار تطلقى وبعد كده تبدأ تتنفذ ازاي نقدر نعملها قال كمان بقولكم كده علشان موضوع النمو السكاني وعايز طبعا ده كان كلامه مع الشباب تابع ايضا السيد الرئيس النهاردة اليوم والحقيقة كان يوم جميل وقال يوم جميل وعام جديد وكل سنة وانتم طيبين وده اللي بدأ به مع الناس وقال كمان بفكركم دايما وانفكر بعض بحجم التحدي لانه طبعا احنا عارفين كلنا ان احنا امام تحدي كبير مش بس احنا احنا والعالم وقال المشكلة الموضوع مش فساد حكومة ولا فساد اداري ولا تهميش هنا بيتكلم عن التنمية اللي موجودة في الصعيد انه مش بسبب انه حكومة ما اشتغلتش او انه فيه فساد اداري او تهميش قال لا هقولكو حاجة بسيطة انا عارف كويس قوي يعني ايه قرش وهنا كان بيقصد السيد الرئيس قرش يعني الصرف يعني ان انا احط ميزانية وقال اعرف كمان يعني ايه دولة بفضل الله ودولة تبقى قد الدنيا بيكم ده الكلام طبعا كان موجه للناس وافكاركم وجهدكم وقال خليكم استمرين على طول بالطريقة دي بالافكار وبالتحدي وبفكرة انه ممكن نعمل ايه وممكن نفكر ليه لانه اهل البلد واهل المحافظة هم اقدر ناس معرفة ببلدهم وقال انه ممكن يساعدهم دايما من صندوق تحية مصر وقال في النهاية مش عايز اقول لكم يعني حطوا افكاركم او يعني خلوا افكاركم دايما في ميزانيات ولجنة تشرف عليها ولكن علشان احنا خلينا نفكر بطريقة تانية ونعمل مشروعات شبابية وكمان ان شاء الله نوفر الدعم وقال كمان كل اللي قلتو ده نشوفه ونشوف كل الافكار وعلى فكرة ده مش جديد على السيد الرئيس دايما بيبقى بيتابع كل اللي بيتقال سواء من شاب او من حد مثلا مسؤول او حد صاحب مشروع وبيبقى طول الوقت شايف انه ممكن يطلع من الكلام ده فكرة وعلى طول بيحب ينفذ وبيحاول ينفذ كل الافكار تعالوا انتابع بعض الكلمات وايضا اللي ذكرها سيد الرئيس اليوم في هذه الجولة التفقدية اللي كانت موجودة في سوهاك وودا اغتنم هذه الفرصة الطيبة كي اتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموعة الشعب المصري العظيم ذلك الشعب الابي الكريم الذي يثبت كل يوم ان جزوره الراسخة في ارض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بارادة صلبة وعزيمة راسخة السيدات والسادة اهلنا الكرام في صعيدنا الطيب ان الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الانجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الارض وقد كانت هذه الانجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على احالة الحلم لحقيقة وصناعة الامل بالعمل حقيقي كلمة صناعة الامل بالعمل لانه ما فيش عمل من غير امل وما فيش امل بدون عمل يعني الاتنين بيتكملوا بعض انت دايما لما تفكر انه لكل مجتهد النصيب لما تشتغل بجد وتبزي المجهود هو ده الامل اللي انت حلمت بي هتحقق املك ولما يبقى عندك امل لازم ترجمته تكون عمل كمان اكد الرئيس انه على يقين وثقة من قدرة الامة وابنائها على كتابة التاريخ بصيغة دستورية وطنية وبسواعد ابنائها وده الحقيقة شيء مهم جدا اللي احنا شايفينه النهاردة في سوهاج هتلاقي انه يعني كل اهل سوهاج كانوا موجودين كله عايز يساعد كله عايز يشارك اللي بيتطوع واللي بيشتغل واللي بيفكر طلبة الجامعة والشباب والاهالي والكبار الحقيقة كان جزء وكانت يعني فرحة كده لطيفة وتحس انه الجميع حاسس حقيقي انه فيه تنمية على الارض تعالوا نعود ونستمع الى جزء اخر من كلمات السيد الرئيس وانني اؤكد لكم بكل صدق وتجرد ان انا ورغم كل الصعاد سنمضي معا ليس فقط لعبور الازمة ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله اليق بتضحياتنا ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفال انني اتحدث اليكم وانا على يقين في قدرات اماتنا وثاقة في ابنائها وامل في مستقبلها ومصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات قادرنا بنا على كتابة التاريخ مرة اخرى بسياغة مصرية وطنية وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام وبإرادتهم سنكتاز التحديات وبنا جميعا بإذن الله زي ما انتم شفتم يعني سيد الرئيس بيأكد انه كتابة التاريخ ولما لا نحن نكتب تاريخ جديد وبنكتبه كمان بسواعد المصريين بسواعد أهلها من الصعيد فكرة كمان انك تقدم تنمية في الصعيد وانك خلاص يعني ايه تستعيد بكل المشروعات اللي موجودة هتبقى في المحافظة على انه أهلها يضطروا ياخدوا أي شيء أو يبقوا محتاجين لأشياء مختلفة فاضطر يغادر المحافظة ويجي مثلا لمحافظة القاهرة أو غيرها من المحافظات التنمية اللي موجودة دلوقتي تنمية بالورقة والقلم علمية يعني بمعنى ايه لما هقدم أنا خدمات هقدم خدمات متكاملة وده اللي بقى واقع الحقيقة في كل المشروعات اللي موجودة في مصر لما بتشوف تنمية لما بتشوف مدينة جديدة لما بتشوف اي تنمية بيبقى فيه دراسة بالورقة والقلم اذا كان فيه سكن يبقى فيه وحدة صحية يبقى فيه مدرسة يبقى فيه مكتبة يبقى فيه جامعة يبقى فيه كنيسة يعني يبقى الخدمات كلها موجودة بالإضافة ايضا للخدمات الخاصة بقى بالمواطنين إجراءات وأوراق وبنوك وكل الأشياء يبقى أنت هنا قدمت خدمة حقيقية هنا يبقى التاريخ فعلا بيكتب وبيصنع تاريخ جديد في الصعيد الصعيد زي ما قلت لكم العمود الفقري لمصر وسهاج بلد الموويل هنكمل مع سهاج وحنروح في هذه الجولة البديعة نهاردة الكاميرا كانت تتجول الخضرة النيل الخير الوجوه السمرة كلها مصر ومصر بخير تنمية الصعيد